أهلا وسهلا نزيك وعملين إيه كله تمام الحمد لله وشكر الله فكر يا مولانا المشاهد امبارح المؤتمر الصحفي العالمي اللي عقده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور المجموعة الاقتصادية طبعا المدعوين كانوا الصحافة سواء زكاة المصرية أو المرسلين الأجانب اللي موجودين في مصر وزي ما كنت بقولك أنه صحيح المؤتمر طبعا هوا مما لا شك فيه وبالتالي ما فيش أي حاجة لا تشالت ولا تحطت بحطت إيدك طيب سيبنا من دي الأهم في إيه في أنه هذا المؤتمر هو لا يخاطب الداخل فقط ولا يخاطب الخارج فقط هو يخاطب الكل وبيقول جماعة دي خطة مصر وتصورتها الاقتصادية دي الاستراتيجية الاقتصادية بتاعة الفترة القادمة لمواجهة أزمة التضخم العالمية وأزمة الركود التضخمي العالمي ويمكن احنا تكلمنا على هذه الترابيزة المبروكة كان حضر معنا دكتور نيفين الطهري كان حضر معنا الدكتور محمد شادي كان حضر معنا الدكتور مصطفى زمزم وتكلمنا على جوانب كبيرة جئ كتير جدا من هذا المؤتمر المهم أسكت أنا أبدا ما أسكتش معنا أحب قعد أدور وأسأل وفا ييجي حظي الرائع في أنه أنا أحضر النهاردة الصبح اجتماع أكتر من عظيم ليه بقى؟ الاجتماع ده كان حضر فيه مجموعة من كبار كبار محللين الاستثمار وأسواق المالية مش بس اللي موجودين في مصر بل في المنطقة العربية تفاصيل الاجتماع كلها مش هتعنيك ما توجعش دماغك بالقصة لكن بالتأكيد بالتأكيد على هوام الشهادة الاجتماع وإحنا بنتكلم دول يعني مش هقولك من أتأل هما أتأل ناس تحل الاقتصاد وأسواق مال وأسواق ناشئة حاجة عظمة يعني فإحنا على همش اللي كنتم معرفة بنتكلم على المؤتمر بتاع مبارح وفي نفس الوقت أنا بقدر عاوز أفهم هل أنا اللي أنا فهمته أو اللي وصلي واللي بحاول طول الوقت أوصله لحضراتكم صح ولا لا يعني لما أجي أقولك إنه المؤتمر بتاع مبارح ده جون طب هو أنا صح ولا أنا بقول كلام أنا مش قده أو أنا مش فاهمه فهيبقى أنا كده بقول للمواطن لا فسألت يا جماعة إن شفتم مؤتمر مبارح طب إيه رأيكم فيه اللي هي النوع ده من الأسئلة حقيقي الإجماع من حاضرين هذا الإجتماع تحديدا من المجموعة اللي أنا بقول لكم عليه دول أكبر ناس بتحلل أسواق مال واستثمار في الشرق الأوسط أكبر أسماء بالمعنى الحرفي اتقال لي بالضبط كده الفترة اللي جاية دي اللي مش هيصنع خسران بالضبط كده الحكومة عاملة استراتيجية لتشجيع التصنيع والتجميع في مصر هقول لك بقى المصطلح اللي ما استخدموه بيدي للمصنع بالضبط كده بوسى من هنا وبوسى من هنا الشاطر هو اللي يبقى فاهم إن دي الفرصة الزهبية الأكبر والأهم والأوقع للاستثمار الصناعي في مصر سواء إذا كانوا المستثمرين دول مصريين أو من إخواتنا العرب أو من الجماعة الأصدقاء الأجانب فقلت لهم طب وانتوا تفتكروا إنه هذه الرسالة يعني زي ما وصلت لك وكده هي وصلة عموما للمجتمع الاقتصادي العربي والعالمي أولي لي هو عمليا الكل شايف الرسال الكل برا مصر بأسوك من الجوة كمان قال لي المستثمرين المصريين أو قالوا لي المستثمرين المصريين والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب الكل شايف كويس قوي المؤتمر وشايفين إنه اللي تقل فيه هو فرصة عظيمة بل وزهبية قلت لهم طيب فيه دايما بعد الجمل دي كلمة ولكن قالوا لي ولكن الكرة دلوقتي في ملعب الحكومة في ملعب المؤسسات والهيئات والوزارات قلت لهم بمعنى شوف أنا بقول لك والله عظيم بمنتهى الدقة بمعنى قالوا لي يعني تزليل كافة العقبات والبيروقراطية وزي ما كان حتى بيكلم من برحة دكتور مصفى مدبولي الدولة العميقة قالوا لي لو بقى فيه صيغ تنفيذية سريعة نشتغلوا عليها من دلوقتي علشان المؤتمر ده قادر على جذب كم استثمارات واسع جدا وتحديدا في الصناعة قلت لهم طيب وإيه رأيكم في موضوع صناعة العربيات وحاجات زي كده نصا اللي قالوا قالوا لي مصر تستوعب خمس ست مصانع كبار لتصنيع السيارات الكهربائية فحتى قلت لهم طاقات تصل إلى قد أولي هيا دي مش شغلتنا بالزبط لكن نقدر نقول لك أنه السوق المصري واسع جدا العربات الكهربائية اللي هتتصنع في مصر هيبقى فيه ميز نسبية عالية جدا متعلقة بالتكلفة وبالتالي بالتقييم السعري بتاع هذه السيارات المصرية أو السيارات المجمع إلى آخره طالما أنا هذه السيارات الكهربائية الاتجاه اللي احنا شايفينه ده كلامه الاتجاه اللي احنا شايفينه من الرئيس أنه يدفع بمنتهى القوة لتوطين هذه الصناعة في مصر مصر هتبقى قدرة أنها تصنع العربيات دي هنا وكده من واقع شغلنا من واقع مراجعتنا ومشاهدتنا ومتابعتنا لمؤسسات كتير جدا آه احنا نقدر نعمل ده هنا جدا وقدرين على جذب رؤوس الأموال أو تشجيع رؤوس الأموال الوطنية أي المحلية جدا مصر واعيدة جدا في هذا الموضوع والميزة النسبية دي هتخلي أن العربيات اللي هتتعامل عندنا هنا في مصر آه هي ينفع تخش جوه إفريقيا وتخش في المنطقة العربية والخليج اللي دايما ليه مواصفات عالية جدا مش بس في الجودة لكن كمان في الرفاهية والمتانة وما إلى ذلك فقلت له معظيم انتو عارفين أنه الرئيس عنده تصور ما على مسألة جودة الانتاج يقولون احنا عارفين كويس جدا بالزبط كده أنه الرئيس عبدالفتاح السي سي عاوز يرفع معدل جودة المنتج المصري علشان مش بس يقترب من معدل جودة المنتج الأوروبي بل يكون مكافأ لجودة المنتج الأوروبي يقولوني لو حصل كده ثق أنه أوروبا هتبقى سوق جيدة جدا لتسويق هذا المنتج اللي بتعامل في مصر لأنه في مصانع ممكن تقرر أنها تنتج هنا من المصانع المصرية عشان ميزة التكلفة وفي مصانع كتير ممكن تيجي من كل حتة في العالم تشتغل هنا برضو عشان ميزة التكلفة وعلشان يتعامل البنتريشن أو يتعامل اختراق للسوق الأوروبية في حال السيارات اللي بتتناسب مع معايير الكفاءة أو الجودة ومعاملات الأمان الأوروبي أولي في أبسط الأحوال السوق المصري قادر على الاستيعاب السوق العربي قادر على الاستيعاب السوق الإفريقي قادر على الاستيعاب التلت ركائز اللي هتاخد الرخصة الذهبية اللي هي الهايدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والطاقة البديلة دول وكأنهم في المرحلة دي معمولين عشان يتعاملوا في مصر اشتركوا في القناة